القنبلة التالت أو الإيجابية التالتة أو الفرح التالت أو الملف التالت بالنسبة لي وده الحقيقة لازم أدعي أنه ملفنا بامتياز هنا في الحال اليوم لو تفتكروا حضراتكم من أسبوع بالتمام والكمال كنا هنا مع حضراتكم بنعلن موافقة البرلمان على العلاوة الخاصة للعملين في الدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وطلعت هنا نصا يوميها أنا في التلفزيون وسألت سؤال قلت طب دلوقتي العاملين في الدولة الخاضعين للخدمة المدنية تزبطوا والعاملين في الدولة غير الخاضعين للخدمة المدنية بالعلاوة الخاصة دي كده تزبطوا مين اللي ناقص مين اللي منسي أصحاب المعاشات تسعة مليون رجل وسيدة خدموا البلد أربعين خمسة واربعين سنة ودلوقتي عايشين على الفتات للأسف يتسولون لأن معاشاتهم لا تكفي الحد الأدنى للحياة الكريمة وخصوصا مع الغلاء والأسعار اللي حاصل في الأسواق وعملت مدخلة مع الأستاذ بدري فرغالي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات وقال الجملة دي قال إحنا ليه دايما منسيين إحنا ليه دايما في الفرح مهملين النهاردة الحكومة أعلنت وأعتقد أعتقد أعتقد أن دا بفضل اللي احنا عملناه الحمد لله في الحلقة الأسبوع اللي فات أعلنت عن علاوة جديدة لأصحاب المعاشات ستصرف من أول يوليو القادم مش أول يونيو القادم لا يوليو يعني على عيد الفطرة المبارك إن شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين بكده يبقى التلاتة تزبطوا خاضعين وغير خاضعين ومعاشات هل التصبيد تجافي؟ قولا واحدا لا بس هي نواية تسنت الزير نواية تسنت الزير شكرا للحكومة إنها استجابت أنا ما عنديش موقف لما يعملوا حاجة كويسة الأمانة تقتضي إن احنا نقول لهم شكرا حتى ولو كنتم متأخرين